دكتور علي مصالحي الحقيقة وزير التموين كان ليه أيضا مؤتمر صحفي واتكلم فيه أو تكلم فيه ما بعد ودى تصريحات عن ضخم 160 ألف طن سلع غذائية و 848 ألف كرتونة زيت طعام في رمضان الدكتور علي مصالحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك إنه تم وضع خطة تتضمن إقامة مجموعة من المعارض والشوادر بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال الشركة القابدة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات التابعة لها وإنه بالتنصيق مع الغرف التجارية في المحافظات أيضا أكد الحقيقة خلال هذا المؤتمر أنه كان فيه دي طبعا لقطات للمؤتمر الصحفي وأكد أنه حيكون فيه توفير لكمية كبيرة من السلع الأساسية في المنافذ الحكومية وزي ما قلنا في البداية الكميات اللي اتكلم عنها الدكتور علي مصالحي أنه احنا بنتكلم على ضخ 160 ألف طن صلع فيها 59 ألف طن سكر و21 ألف وخمسمائة طن دقيق و77 ألف طن رز و2008 طن مكارونا حيانه كنا لسه بارح بنتكلم في فكرة المكارونا والرز وأنه من ضمنه ونتمنى أنه قريبا يكون هناك رد رسمي أو بيان رسمي من وزارة التموين للرد على هذه النقطة في كلام صدر مؤخرا أنه واحدة واحدة الرز حيتشال من على التموين أو مش حيبقى متوافر يعني هو كان بالفعل ما كانش متوافر قوي الرز والمكارونا لو فيه وفرة فبنتكلم على سكر وزيت دول يعني السكر طبعا كان فيه الأزمة بتاعته وبدأ يرجع ينزل تاني والزيت موجود ما فيش حاجة رسمي كان بتقول كده لكن كان فيه مؤشرات وكان فيه كلام بيتردد أنه ربما الرز ما يكونش موجود الرز والمكارونا أو ما يبقاش فيه ضخ لهم بكميات كبيرة جدا ما صرح به الدكتور علي مصالحي في هذا المؤتمر يتنافى تماما مع هذا الكلام يعني الكميات اللي بتكلم عليها أنا عايزة بس رجع للرز 2008 طن مكارونا 77 ألف طن رز فإحنا هنا بنتكلم إذن عن استمرار وجود الرز والمكارونا ضمن المنظومة التموينية أتمنى بس يكون فيه بيان صادر من وزارة التموين للحديث أكثر باستفادة عن هذه النقاط بنتكلم أن الشركات وفرت 12750 ذبيحة بتل وضاني 2350 طن لحم مجمدة بأنواعها 6860 طن دواجن مجمدة 435 طن وريك فراخ 116 طن أسماك طازة ومجمدة دي يعني أبرز النقاط التي جاءت في هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور علي مصالحي وزير التمويني